تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال التطوير على امتداد طريق القاهرة السويس بما في ذلك الكبار التي تم إنشاؤها على الطريق لربطه مع العديد من المحاور العرضية الرئيسية بدءا من الطريق الدائري الجاري تطويره حاليا والطريق الدائري الأوسطي سيادتك يا فندم مشرفنا في واحد من أهم الشرايين المرورية الرئيسية بالدولة واللي بتربط مناطق الشرق لباقي مناطق الجمهورية عن طريق مجموعة من المحاور الرئيسية العرضية اللي سيادتك عملت بإنشاءها وتطويرها بدءا يا فندم من الطريق الدائري والجاري عملت تطويره وتوسعته لتسهيل الحركة على المواطنين ثم يا فندم الطريق الدائري الأوسطي واللي سيادتك بيربط كافة المناطق داخل إقليم القاهرة القبرى ثم يا فندم طريق الدائري الإقليمي اللي بيربط مناطق الواجه البحري بمناطق الواجه القبري وعلي كده يا فندم محور وصلة أم أمر اللي سيادتك فرفتنا عليه من ثلاث شهور تقريبا واللي بيبدأ يا فندم من تقاطعه مع طريق الإسماعيلية الزراعي ثم الإسماعيلية الصحراوي ثم مرورا بوصلة طريق جينيفا ثم طريق القاهرة السويس الصحراوي ثم طريق قاهرة رعين السخنة والرفط على طريق المحاجر وتسيادتك أمرت يا فندم أن احنا نحرر حركة المرورية على هذا المحور وده تم بالفعل يا فندم عن طريق إنشاء كبري تقاطع طريق القاهرة السويس مع محور أم أمر اللي سيادتك مشاركنا عليه والذي تم نحوه عمله بنسبة 100% ثم بعد كده يا فندم طريق قاهرة السويس بتقاطع مع محور 30 يونيو واللي بيدى يا فندم بيربط مناطق الساع الشمالي بيتها من محافظة برسعيد ومروراً بمحافظة الإسماعيلية ثم طريق القاهرة تاير ثم فندم طريق الإسماعيلية الصحراوي وطريق القاهرة السويس ووصولاً لطريق السخنة يا فندم ومنه إلى طريق الجلالة حتى طريق الضعفرانة وربط على مناطق السعيد المحاولة العرضية دي كلها يا فندم مربوطة بسبه جزيرة سيناء عن طريق مجموعة من الأنشاء للسيادة كامالك بإنشاءها وتطورها كذلك يا فندم ترجع عامل طريق السويس في زيادة حجم التدفق التجاري والسياحي وزيادة حجم الاستثمارات نظراً أن شوك التدفق شوك التورق يا فندم هو المعيار الرئيسي في التنمية المستدامة للسيادة دائماً متأكد عليها برضو فندم يعتبر طريق السويس هو محول الوصل الرئيسي لعديد من الموانئ المطلة على البحر الأحمر بدءاً من ميناء السويس، ميناء الأدبية، ميناء العين السخنة وميناء شرب لو اتكلمنا يا فندم عن وصل المشروع، مشروع ادشاء طريق قاهرة السويسي يا فندم بيجمع لي طول مية وتسعة كيلو متر بيبدأ يا فندم تقطعه مع طريق النصر وحتى تقطعه مع الطريق الدائري، ده المرحلة أولى يا فندم بطول سبعة كيلو متر المرحلة الثانية يا فندم تبدأ من تقطع الطريق الدائري وحتى تقطع الطريق الدائري الإقليمي بطول ستة وربعين كيلو متر المرحلة الثالثة فاني بتقدم التقاطع الطريق الدائري الإقليمي وحتى تقاطع وصلة نفق الشهيد أحمد حمدي لأ إحنا خلصنا دا كل دا خلصناه عدا الجزء الأسمندي يعني أنت عملت الطريق الرئيسي لكن الخدمة لسه شغلين تمام سيار إحنا هنخلص أي متى بالنسبة للطريق الرئيسي يا فاني إن شاء الله إحنا هنخلص ناول أعمال السطحية بالكامل بإذن الله بنهاية الأسبوع الجاي وهيبقى جاهز للفتاح إن شاء الله قبل العيد بالنسبة للطريق الخدمة إن شاء الله إتجاه القادم من القاهرة في إتجاه السويس بإذن الله 30 يونيو 36 إتجاه القادم السويسي فاني في إتجاه القاهرة في خلال شهر أغسطس إحنا إن شاء الله تماما بإذن الله فاني إن شاء الله تطالع عندك دلوقتي بس إننا عملت مرتين للواسطة اللي جاية من المهامك من المهامك تمام لا مش حبا مش حب السوري ساعدك يا حاضر يا فاني قبل التطوير كان عبارة عن ثلاثة حارة مرورية لكل اتجاه للطريق الرئيسي وجزيرة وسطة واثنين حارة مرورية رصف أسفلتي تمام سيادتك؟ ونظرا يا فاني دي الأحمال المرورية المتوقعة لصالح حركة النقل البضائع اللي هي مستخدمة في حركة التجارة الداخلية بين المحافظات بالضبط يا فاني أو حركة التجارة الخارجية اللي بتقوم موادية للمواني يا فاني لقينا إن إحنا لازم نزود سيادتك للرصف الخلصاني يتحول طريق من رصف أسفلتي للرصف الخلصاني وزيادة العدد الحارات بتاعته لثلاثة حارة مرورية وإن هو يتحمل يا فاني بقى ما كان يتحمل قبل التطوير ستين طن فبقى يتحمل مية وستين طن ونفس الكلام اللي جاي بالضبط رايح جايح بك بالضبط يابلنا سيادتك مجموعة من عوضت أثناء تنفيذ الأعمال من ضمنها يا فاني مأبروك ضغطة عالي كانت متعالدة معنا في المصار وتم التنسيم مع وزالة الكهرباء يا فاني من القيام بأعمال منورة لفصل طيار الكهربائي بدون التأثير على شبكة الكهرباء أثناء تنفيذ الأعمال بتاعتنا من الزحام المروري وتسهيل الحركة على المواطنين مما يؤدي لتقليل لتوفير الطاقة وتقليل المبعثات الضرة بالبيئة انت برضو في أداما السؤال دي بأسأله للزملة واحدة قالوا يا جماعة هل انتم شايفين بعد خدمتكم هنا شغلك يعني كمان كم شهر دول؟ في حاجة ممكن نعملها بدل من نعمل عادة تمامكس ثانية أو عادة متى ان شاء الله فاني في الوقت الحالي احنا الحمد لله مغطيين بربط جميع المحاول الطلاب العرضية مفيش مشكلة ان شاء الله فاني بالعاصمة الادارية بصفة الطريق السويسي واعتبر المدخل الشمالي الرئيسي بها احنا دولة بنتخلص المرحلة أولى في العاصمة الادارية بمجرد يا فاني بدأ عمل المرحلة الثانية هل يبدأ يا فاني إن شاء الله ندرس ونعرض على سيابتك إمكانية ربط العاصمة الادارية بالمحاور الطريق السويسي راعدو بالمناسبة فأنا جاي بات شفت المطار تمام سيابتك فأنا قلت وقصوا عليه كويس وإزاي ما خليه مدخل من عن طريق سويس وإذا كان محتاجة إحنا نعمله بلند سكيب كوريس تمام سيدة تخاطر، نهدرسوا وإدهاجوا لي التفكير وإنقاذوا ليهند تماما فاني، وبرضو فاني بعزيز ستك إحنا الطريق سويس الواصلة دي من الأكليم الحد وصلت نفع الشهد أحمد حمدي كان فيها مشكلة جامدة جداً بتحصل في وقت الشفا في السيول والأمطار فتم دراسة سيول أعمال الحماية من مخاطر سيول دراسة طريقة عن طريق مكاتب الشرية تم تحددها من مكتب الشرية هنا نسية للقوات المسلحة ونفذنا فاني مع عدد 16 بلبك بلد صندوقي للاستيعاب كافة الماء المتوقع لمدة فاني لخمسين سنة لقدام إن شاء الله بإذن الله أعمال دبط الجودة للطرق فاني دم تطفل لمعايير جودة عالمية ومواصفات الهيئة العامة للطرق الكباري والكود المصري هنا في المشروع فاني دم نفذنا أو مخطط تنفيذ 4600 اختبار معمالي للطرق تنفذ منهم حد الوقت تلت تلاف وسبعمية وجاري تنفيذ الباقي حين من شاء الله ودي بعض بساكل الجودة الضبط الجودة موجودة حيني تكريد 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 تكريد